بعد محسن محسوب عليك ترى محسوب عليك لا مو محسوب عليك أنا أشوف عزيزي أنا ما لومه متهور والله جد متهور إعلامي وجد والله ما يهم من رأي العالم بس أنت رجل شوف اللغطة وأنا بالفاصل أنا شفتها شفتها لا بأعطيك بعلم أنا أنا بأعطيك هي بالفاصل لا سوي لي جون فودة ما يفهم خبير تحكيمي ما يفهم ما يفهم لا وحسن في لغطة ما تحتاج خبير تحكيمي لا لا أندري حين هو لما يقول في لغطة ما يفهم لحظة ترى عشال مشاهد قال لا تكفى أمس أنت ادري لي أي مشاهد المشاهد انت توجه ادري لي موجه لأي مشاهد المشاهد العام لا 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 أنت موجه للمشاهد معين انت موجه المشاهد معين لا أبو الله أنا قسلك انا لو انت بحث عن الدليل كان احرجت لم يقص لي يلا محمد واضح باوضح حتى المحلل التحكيمي قاله المحلل التحكيمي رد عنه لا 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 قاعدت لمحسن ببيط لحظة للحظة لا لا قال مو بال انتي بعتك مع المحلة ثانية لما قول لك توجيب لا 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 بس وضح لك بعيد المحسن عشان مانوي من جاي محلّة ثانية من إيطاليا من وين؟ لا إيطاليا بقعد نحسن انت تسمع اللي تبي يعطيك معنى في محلة ثاني قال مو بل أنتي محل منين طلع وين طلع؟ هذا بحطة حطة مخرجنا المستشار التحكيمي محمد فودة ركلة جزاء لم تحسب في الدقيقة 19 أثر قيام قومز باعتراض الكرة بيده داخل منطقة الجزاء هذا منه؟ محمد فودة أنا قلت لك ما أقال هالكلام؟ لا لا تدري لي أشبادي أي واحد بتويتر تاخذ رأيه؟ هذا رسمي هذا بالمباراة؟ تريي شنو عيبك أنك قبل واحد قبل أن يسترسل أنا قلت لك هذا متهور إعلاميين مهم ما يسمع والله مهم الثلاثين سنة اللي قوابك سلام ليه؟ والله اسمع كلام أخوك متهور يعني رجل وصل مرحلة أن حتى اللي توه داخل سنة أول إعلام ما يقوم به الأدوار رجالي والله العظم يعني إذا يوافق في الراء يصبح نترسل لا يوافقني خلا ضدي ألا يغلط على العالم لا لا تكفى أنت عضو اتحاد هذا الرجل غلط أنا شغل أنت عو نتحاد أنا شاهد مباراة وشاهد تحليل لازم تقول ولله ما يصير تقول ما يصير تقول هذا لجبان حكم جبان بلأ أنت اليوم هني مكعا على الكرسي تقول موانا اقول خلحنا نقول داك اليوم مع احترام هني كل المحللين وقفوا عند حده قالوا له اه كان يبي خطع الهلال قالوا له كلهم اختلفوا معه توهد الحارج اليوم فرج له قال له الحارج هو رجل قاعد يحرج نفسه بنفسه